ينضوي لنا من هناك المحلل السياسي والباحث في شأن التركي مهند حافظ أغلو سيد مهند أهلا بك شكرا لقبول الدعوة السؤال الأبرز لماذا دعت تركيا الكاظمي إلى زيارتها في هذا التوقيت سعدت المساء أستاذ معدد وجميع المشاهدين لا شك أن ضمن تغييرات سياسية خارجية تقوم بها أنقرة في عديد من الملفات وعلى رأس هذه الملفات التعاون مع الجاراء العراق في تقدير الشخص هذه الزيارة سوف تكون زيارة وضع النقاط على الحروف لن تكون كسابقاتها سوف تكون أكثر جدية وأكثر انضباطية سوف تضع آليات وسكة حقيقية للسير وفق تعاون مشترك ما بين الجانبين الآن الإرهاب يضرر في كل الدولتين حزب العمال الكردستاني يؤرق كل الحكومتين ولا بد من تقريب وجهات النظر وإيجاد آليات حقيقية للتعامل مع هذه المسألة بجدية عالية الآن الضرب حزب العمال الكردستاني لم يكتفي فقط في الداخل التركي أو في شمال العراق الآن وصل حتى إلى قوات البشمرقة الأمر يتطور مع حزب العمال الكردستاني وهذا ما طرحته تركيا سابقا أن الأمر سوف يتفاقم واضح طيب السيد مهند يعني دائما الحكومة العراقية كانت تمتعض من عمليات القصف تستنكر عمليات القصف يعني تتواصل مع السفير التركي لم تكن هناك أي استجابة تركية اليوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من تركيا يقول لا نقبل باستهداف دولجور طبعا هذا أمر طبيعي لكن لم يتطرق إلى موضوع القصف التركي المتواصل هل هي موافقة جديدة حسب ما ذكرت مراسلتنا موافقة جديدة وجدية أنه حتى العراق سيشارك في العمليات في قراءة للموضوع أن هذا الأمر متروك غدا لسيد الكاظمي لبحثه بشكل مباشر مع القيادة العليا يعني لا يمكن أن تكون هناك أمور ضبابية أو عدم وضوح سوف تكون الأمور في غاية الوضوح فيما يتعلق بالتحركات التركية داخل الأراضي العراقية لن تبقى مسكوتا عنها كما كانت في السابق أنا أرى أن السيد الكاظم يحمل في حقبته الملفات الأساسية ومن ضمنها هذا الملف وهو سوف يكون الملف الأساسي هل سوف تبقى تركيا تضرب في الداخل العراقي سوف تكون هناك تقارب لوجهات النظر سوف تطرح تركيا مسبباتها التي تجعلها تذهب بهذا الاتجاه سوف نرى كيف سوف تصل الأمور في وجهات النظر ما بين الطرفين إن كانت سوف تكون موافقة عراقية على استمرار تركيا في ضرب مصادر الإرهاب في الأراضي العراقية فإن هذا سوف يكون بموافقة تركيا كي لا تكون هناك أطراف خارجية أخرى تؤرق العلاقات بين دولتين وتنفخ الكير فيما بينهما نعم لطالما نتحول إلى موضوع آخر لطالما كان ساد إليسو في تركيا وموضوع المياه نهري دجلة والفرات كان يعني يؤرق العراقين كثيرا هل تعتقد أن تركيا جادة في حسم هذا الموضوع مع العراق خلال هذه الزيارة؟ لا شك هذه الزيارة في كل المقاييس وفي كل الملفات الخلافية بين الدولتين سوف تكون مفصلية وسوف تكون واضحة لكن أنا سألتك سيد مهد وعليه سوف تكون ملفات الإرهاب؟ كل مرة تركيا تقول أنها ستحسم هذا الموضوع ولا يؤجل هذا الموضوع إلى أجل غير مسمى أو إلى زيارة أخرى هل سيحسم موضوع المياه؟ موضوع جدا مهم بالنسبة للعراقي لا شك لا شك لا ننسى أن العوامل المناخ تلعب دورا مهما في قلة كمية الأمطار التي تنزل ولكن بالعموم سوف يكون هناك بتقديري شخصي وفي قراءتي لهذه الزيارة المهمة سوف يكون هناك حل حقيقي لهذه المسألة وسوف يتم التوافق بين الطرفين على آلية ضخ المياه من تركيا إلى العراق لن تبقى هذه المشكلة عالقة لأنها مشكلة أساسية وحقيقية يعني صحيح أنها ليست في مستوى الملف الأمني والاستخباراتي ولكن هي موضوع حياتي يومي لذلك لا يمكن تجاهلها يعني ربما سوف تكون لها الأولوية الثانية بعد ملف الأمن والإرهاب ضد حزب العمال الكردستاني شكرا جزيلا مهند حافظ أغلو الباحث في شأن التركي كنت معنا مباشرة من أسطنبول